ينضم إلينا من بنغازي مراسل الغد عبدالعزيز الفاخري عبدالعزيز يعني ملامح الاستعدادات لإجراء الانتخابات طبقا لما أولنا عنه في المؤتمر الصحفي نعم بالفعل الآن انتهى المؤتمر الصحفي الذي أخرج به رئيس المفوضية العليا الانتخابات السيد عماد السائع حربما أبرز النقاط التي جاءت في معرض حديث رئيس المفوضية الحديث على أن خطة تأمين الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية تم اعتمادها من قبل المفوضية ذكر أيضا عن مسألة تنان تقديم أوراق الترشح من قبل المترشحين ذلك من المتوقع سيكون بحلول منتصف شهر نوفمبر القادم أيضا الحديث عن مسألة إجراء الانتخابات النيابية ورياسية بشكل متزامن ذكر السيد عماد السائع أن التزامن هنا له تفسيران إما أن تجرى الانتخابات سواء النيابية ورياسية في الرابع والعشرين من ديسمبر أو يكون بناء على القانون المقدم من قبل مجلس النوابه وأن تجرى الانتخابات الرئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر وبعد ذلك بثلاثين يوما يتم انتخاب المرشحين للمقاعد النيابية كان من المتوقع أن يتم الإعلان خلال هذا المؤتمر خلال وسائل الإعلام أو ما تم تداوله وأيضا ما تم الحديث عنه خلال الساعات القليلة الماضية أن يعلن باب أو فتح باب الترشح بناء على توصيات سواء كانت داخلية من أطراف سياسية أو حتى على مستوى أطراف إقليمية ودولية لسيما ربما أخيرا التي شاركت في مؤتمر دعم استقرار ليبيا من العاصمة ترابلس على ضرورة أن يكون هناك تعجيل في هذه المسألة ولا تؤجل حتى يتسنى لكل المترشحين القيام بالدعاية السياسية أو الحملة الانتخابية في وقت كافي هذا الأمر لم يعلن ربما هناك ضغوطات حقيقة الآن هناك ربما موجة انتقاد حادة تتعرض للمفوضية العليا الانتخابات نلمس ذلك الآن بشكل مباشر عن طريق منصات التواصل الاجتماعي العديد أيضا من القوى السياسية ستخرج ربما خلال الساعات القليلة القادمة مؤكدة على ضرورة إجراء الانتخابات وذلك بعد رفض عديد من أطراف السياسية غرب البلاد إجراء هذه الانتخابات إلا بعد أن تتوافق كل من لجان البرلمان وكذلك المجلس الأعلى للدولة أيضا ربما بالعودة لحديث السيد عماد الساح الحديث على أن ربما الآن الحديث عن مقترح انتخاب الرئيس سيكون ذلك مقدم من المفوضية إلى مجلس النواب وكذلك ما يتعلق بالتعديلات أو التوصيات لإجراء التعديلات التي طالبت بها المفوضية حتى الآن لم تصل إلى مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات على مستوى الاستعدادات لدى مؤسسات الدولة هي بالشكل كبير وربما أكثر بالثمانين في المئة بالفعل تم التنصيق ما بين وزارات الداخلية كذلك وزارة التعليم الشؤون الاجتماعية وكذلك عدد من الهيئات والمؤسسات العاملة في مختلف المناطق في ليبيو وذلك بالتقسيم على خمسة وعشرين دائرة انتخابية ربما الآن ننتظر أيضا أن يكون هناك المزيد من المعلومات حول مسألة الآن إجراء الانتخابات الرئاسية في الـ 21 ديسمبر حول مقترحة المفوضية وذلك هل سيكون بالتنصيق مع مجلس النواب الحالي أم أن ذلك سيكون بالتنصيق مع كل من مجلس النواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة كما نصت خارطة الطريق عبدالعزيز الفاخري من بنغازي مراسل ألغت شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر